غدا 24 فبراير يكون مر عام على اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية روسيا أعلنت في بدايتها أن الحرب دي اعتبرها نزع خاطفة بمقييس الكوى روسيا دولة نووية تقريبا رقم اتنين في العالم يعني وفي المعادلة الدولية روسيا وريزة الاتحاد السوفيت لكن مر عام ولم تحسم روسيا المعركة وأيضا على الأطراف وجدنا آراء متعددة لكن وجود دعم غير مسبوك من القوى الغربية لأوكرانيا وعلى الرأس دائما تأتي أمريكا أمريكا اللي مدت يد المساعدات العسكرية برقم تجاوزة 30 مليار دولار ووصل إلى أن الرئيس الأمريكي بايدن زار أوكرانيا في زيارة سرية خاطفة وأعلن من على الأرض الأوكرانية استمرار الدعم الأمريكي بعد مرور عام ما هي الأحوال الاقتصادية والسياسية والاستراتيجية على المستوى الدولي وتأثير هذه الحرب في البداية أرحب بضيوف الأعزاء من على اليمين دكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية سيد الفول سيد نوايا فانت كبير العلاقات الدولية أهلا بحضرتك أهلا بك سيد محمد في البداية دكتور أيمن روسيا دخلت الحرب على أساس أنها تستطيع الحسب سريعا وتناسى تجربة الولايات المتحدة الأمريكية في العراق وأيضا تناسى تجربة الاتحاد السوفيتي في أفغانستان صحيح أين مكمن الخطأ الاستراتيجي في القرار الروسي أولا أهلا بك سيد محمد أهلا بكل السادة المشاهدين روسيا بنت حسابتها وفق ما يسمى بالعقيدة الروسية العقيدة الروسية شايفة نحاءات بعض المكاسف في مناطق أخرى يعني مثلا كان هناك الحرب الروسية الجورجية ديكات حرب خطفة استطاعوا أن يغضوا المناطق اللي فيها غالبية ناطقة بالروسية من جورجيا في 2008 خادوا منطقة اسمها أفخازية الجنوبية خادوا منطقة اسمها أوسيتيا الجنوبية أيضا ودون أن يكون هناك مشاكل كان عندها كمان تجربة مع أوكرانيا نفسها في عام 2014 روسيا سيطرت على شبه جزيرة القرم في ثلاثة أيام وعمت استفتاء وضمتها بالكامل وكأن شيئا لم يكن رد الفعل الغرب اللي حصل في 2014 على ضم شبه جزيرة القرم كان ضعيف فرضوا مجموعة من العقوبات الاقتصادية على روسيا روسيا قدرت تتعامل مع هذه العقوبات وبالتالي بنت خطتها أن الأمر في أوكرانيا سوف يكون على غرار ما حدثها في جورجيا أو في شبه جزيرة القرم دي رقم واحد رقم اثنين أن اللي سوى فكرة الحرب الخاطفة أو الحرب السريعة كانت الوقت المتحدة الأمريكية ليس روسيا ليس روسيا هم الغرب اللي سواهوا وكانوا يتكلموا عن مش أوكرانيا فقط كانوا بيقولوا أن أمكانيات الجيش الروسي يستطيع من خلال من ستة أيام إلى ستة أسابيع أن يسيطر على كل منطقة البحر الأسود منطقة البحر الأسود دي فيها دول بحر البلطيق التلاتة دي دول صغيرة بالأضافة لدول متوسطة زي بولغاريا وزي رومانيا وصولا حتى الدول كبيرة زي بولندا إنه ممكن يوصل لحتى الحدود البولندية خلال الست أسابيع كان كده بيوضع شرك لروسيا الإعلام الغربي في الغالب كانوا هم لأن الحكاية بدأت أسود محمد في 2017 في 2017 لاحظ أول حاجة حصل أحداث 11 سبتمبر في 2001 من 2001 ل2016 كانت الاستراتيجية الأمن القوم الأمريكي بتقول حاجة واحدة بتقول أن الخطر على أمريكا ما يسمى بإرهاب الراديكالي فوجئنا لما جاء ترامب اللي ناس كانوا بيقولوا عليهم مش بيفهم في الاستراتيجية ولا حاجة في شهر 6 2017 أعلن استراتيجية الأمن القوم الأمريكي الناس فوجئت أنه بيقول اللي الخطر على أمريكا بلدين الصين وروسيا وهنا بدأوا يفكروا نواجه روسيا لوحدها والصلة وحدها ولا نواجههم هما الاثنين مع بعض ولا نواجه الصين الأول ولا نواجه روسيا الأول كانوا اتفقوا في النهاية احنا لازم نطلع روسيا من المعادلة ليه نطلع روسيا من المعادلة هما شايفين روسيا في التفكير الأمريكي أنها مش دولة عظمة يعني لما تراجع الصحافة الأمريكية ما يقولش عن روسيا أنها دولة عظمة يقولك روسيا دي دولة إقليمية كبيرة ويرسموا روسيا في الكركاتير الأمريكي أنها محطة بنزين إيه ليه محطة بنزين بيقولك عندها شوية غاز عندها شوية بترول شوية كهرباء شوية فحم شوية يورانيوم اللي هي الحاجات الخاصة بالطاقة غير كده ما عندهاش حاجة الاقتصاد الروسي كله واحد وستة من عشرة تريليون دولار يعني أقل من إنتاج ولاية أمريكية رغم أن روسيا يعني مساحة سبعتاشر ونصف مليون كيلومتر مربع إلا أنها دولة غير فاعلة في أي شيء مع عدل أسلحة النووي عشان كده بنوا خطتهم أننا نبدأ بروسيا أن ننطلع روسيا من المعادلة لو طلعنا روسيا من المعادلة نقدر بعد كده نتفرغ للصين ما ده سؤال من اللي أوعز لأوكرانيا أنها تتقدم بطلب انضمام لحلف الأطلنطي هل أمريكا كده؟ هي هو دايما الفكر الأمريكي بيعمل يا سيد محمد ما بيقولش الواحد يعني اعمل الغلط لكن بيوفر له البيئة لارتكاب الخطأ ما قالش نصدام خش الكويت ما قالش نصدام يدخل الكويت لكن لما صدام بدأ يبعت مبعسين يتكلموا على الفكرة بيقول لهم أنت أخوات أنت عائلة خالجية مع بعض أنت جران مع بعض ما قالوش ادخل لكن وفر له البيئة اللي ممكن يرتكب بها هذا الخطأ هو ما قالش الأوكرانيا يعني حرب روسيا لكن دايما كان بيقول الشعب الأوكراني يستحق الحرية وأن روسيا ما تدهمش الحرية الشعب الأوكراني يستحق لانضمام لحلف الناتو وروسيا منعت انضم حلف الناتو الشعب الأوكراني يستحق شعب الأوكراني شعب أوروبي واستحق أن يدخل الاتحاد الأوروبي وأن روسيا بتمنع هذا الأمر لأن قبل 2014 أستاذ محمد كان الحاكم حاكم أوكرانيا كان موالي روسيا الأمر بدأ في أوكرانيا بالمناسبة بدأ يشبه ما نسميه هنا في المنطقة بالربيع العربي حدثت أن كان فيه مظاهرات في أوكرانيا بدأت في 2005 وسموها ساعتها الثورة البرتقالية في الثورة البرتقالية كان فيه خلاف بين مجموعتين في المجتمع مجموعة بتقول إحنا خلينا نستمر في علاقتنا مع روسيا زي ما كانت أيام التحاد سوفيتي وفي مجموعة بتقولهم لا إحنا عشنا مع التحاد سوفيتي 70 سنة ما جنناش إلا الفقر والمرض والحاجات الوحشة خلينا نجرب المعسكر الغربي والروح للتحاد الأوروبي عشان كده كان فيه خلاف في الشارع في 2014 عملوا انتخابات في البرلمان الأوكراني ومشوا الرئيس الموالي لروسيا وصديق الرئيس بوتين وجابوا رئيس موالي للغربي هنا بدأ الانشقاق المجتمعي وده درس أعتقد للمنطقة العربية والشرق الأوسط أنه عندما يحدث شقاق داخلي في أي دولة هنا بتبدأ تضع في الدولة ويبدأ هنا الخطر الخارجي عشان كده تطورت الأمور وصلنا لحد في فبراير السنة اللي فاتت الرئيس بوتين بالمناسبة كل الناس ممكن تقول قراره بدخول أوكرانيا كان قرارا خاطئا النهاردة بعد مره سنة لكن قبل سنة لو شفت وضع الرئيس بوتين كان وضع صعب ليه؟ حلف الناتو وعد روسيا سنة 1991 لما انهارت تحاد صوفيتي ووحده ألمانيا أنه لا يتجه شرقا من يوم ضم توحيد ألمانيا وانهارت تحاد صوفيتي دخل حلف الناتو 18 دولة منهم 13 دولة السيد محمد في عهد بوتين عشان كده بوتين تشعروا أنه موجوع موجوع لأنه كل اللعود اللي وعدوا بها في السابق لم تنفز هو مش متخيل أن البنية التحتية العسكرية للناتو أنها تكون موجودة في أوكرانيا حزبة الرئيس بوتين وهو ألا أكثر من مرة أن الصواريخ الموجودة خارج أوكرانيا عشان توصل روسيا تحتك 16 دقيقة فبالتالي تقدر روسيا تستعد لكن لو أوكرانيا دخلت حلف الناتو الصواريخ من أوكرانيا لموسكو أو سان بوترسبورغ اللي هي المدن الكبيرة في غرب روسيا تحتاج أربع دقايق فقط فبالتالي هو كان شايف كان لازم يعمل نوع من الإزاحة إلى الغرب